أحمد الله رب العالمين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان للأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان يعني بعيرين قال حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو قال حجة معي رواه البخاري تخيلوا لو قيل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بمكة وسيحج هذا العام والله ستبذل ما تستطيع للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت حج مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد هذا الأجر العظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة معي فنسأل الله تعالى أن يسر لنا زيارة بيته الحرام والحمد لله رب العالمين